لذة السجود وروعة السجود بين يدي الله متعة الحياة أمتع ما في الحياة وأقرب ما تكون من ربك وأسعد لحظات حياتك حين تخر ساجداً بين يدي الله فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا في حديث مسلم الذي روه مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه كان شاباً عزباً فقيراً غريباً جاء إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلامه عليه وكان يخدم رسول الله ويصب على النبي الوضوء في ليلة من الليالي يقول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الكريم ربيعة بن كعب الأسلمي يا ربيعة سلي نفسك فيه تتمنى تطلب إيه أدعو لك بماذا؟ أبواب الجنة مفتحة لك الآن أبواب السماء مفتحة الذي سيدعو لك والنبي عليه الصلاة والسلام يا ربيعة سلني فقال ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة الله شوف أصحاب الهمم العالية أصحاب العزائم ناس اللي فهمه والعقل والعندهم عقل وإدرك انظر إلى الفهم العالي انظر إلى الهدف السامي ماذا يطلب ماذا يريد ده الذكاء ده العقل ده الفهم ده الرجولة ده البطولة سبحانه ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة فقال عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك شيء آخر قال لا هو ذاك يا رسول الله ده الهدف الوحيد الذي أريده مطلب عالي مطلب حدد هدفك يا له من هدف يا له من غاية قال هو ذاك يا رسول الله قال إني فاعل يعني سأدعو لك أن تكون رفيقي في الجنة لكن لا تتواكل ولا تتكاسل ولا تتثاقل لا إنما يعلم النبي ويربي على العمل والسعي قال عليه الصلاة والسلام إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود لله يبقى سبيل العلو والرفعة كثرة سجودك لله قال النبي عليه الصلاة والسلام لثوان كما عند مسلم في الصحيح قال له صلاة الله وسلام عليك عليك بكثرة السجود لله عليك يعني نلزم ذي وسيط النبي لك عليك بكثرة السجود لله لماذا فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة الله أكبر